موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأه من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالا بعنوان أوباما يختار عدم التحرق قال فيه الإنجاز الرئيس الذي ربما تدعيه إدارة أوباما في تعامل مع الأزمة السورية يتداعى الآن في سبتمبر الماضي وفق الرئيس أوباما على التوسط في اتفاقية مع روسيا يتخلى بموجبها نظام بشار الأسد عن ترسانته من الأسلحة الكيماوية وينضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي تمنع إنتاج واستخدام هذه الأسلحة المرعبة بعد أشهر على انتهاء المهلة الأخيرة لتسليم السلاح وشحنه خارج البلاد التي كان من المفروض أن تنتهي في فبراير فإن النظام لم يحتفظ بكم كبير من المغزون الكيماوي فقط بل أعاد استخدامه ضد المدنيين أيضا رد فعل إدارة أوباما كان مألوفا جدا محاولة تجنب الاعتراف بهذه الحقائق في هذه الأثناء يقول محلل الاستخبارات في بريطانيا وفرنسا إنهم يعتقدون أن سوريا ربما تخفي جزءا من ترسنتها لم تكشف عنها من بينها مخزون من السارين وغاز الخردل وفقا لتقارير إخبارية المتحدثة باسم وزارة الخارجية جيم باساكي أكدت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة متشككة فيما إذا كان الأسد كشف عن جميع مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية وأخيرا تجتمع الأدلة الآن أن قوات الأسد تلقي برامل متفجرة مبلؤة بغاز لكلور على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وكان وزير الخارجية الفرنسي صرح للصحفين في واشنطن يوم الثلاثاء أن هناك ما لا يقل عن أربعة عشر هجوبا من هذا الطراز منذ أكتوبر الذي قال إن الأمور كان من الممكن أن تكون مختلفة لو أن أوباما لم يتراجع على استخدام القوة ردا على الهجوم الذي شنه النظام في أغسطس الماضي واستخدم فيه الأسلحة الكيماوية صرح بأن النظام لا زال قادرا على إنتاج الأسلحة الكيماوية وهو مصمم على استخدامها هناك بالطبع العديد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أوباما لمعاقبة سوريا لاستخدامها الأسلحة الكيماوية ولمنع انتشارها بصورة أكبر حيث يمكن له أن يبدأ بالسماح للمعارضة بامتلاك الصواريخ المضادة للطيران لاستخدامها ضد المروحيات التي تلقي البرامل المتفجرة كما يمكن أن يعيد خططة التي كانت ترمي إلى شن ضربات أمريكية ضد البنية التحتية السورية التي تدعم هذه الهجمات في الواقع فقد تم السماح للأسد بإهمال الفزاماته لتسليم الأسلحة الكيماوية وتمتع بالحصانة اللازمة ولا يعود ذلك إلى أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة ما تقوم به ولكن لأن السيدة أوباما اختار أن لا يقوم بشيء نواصل مع صحيفة التايمز التي نشرت شهادة الصحفيين أنتوني لويد وجاك هيل الذين اختطفا أثناء رحلة مدتها ثلاثة أيام إلى مدينة حلب التي كانت تتعرض لقصف شديد وأثناء عودتهم باتجاه الحدود التركيا اعترض سيارتهما مسلحون واقتادوهما إلى مغزن في بلدة قريبة بعد سرقة كل متعلقاتهما وقال الصحفيا إن سلوك الخاطفين كان أقرب إلى التصرف كرجا لعصابات وليس كمتشددين وتضيف الصحيفة أن لويد تعرض لإطلاق النار مرتين على ساقه كما تعرض الشخصان ضرب مبرح لمنعهما من محاولة الهروب ويشير لويد إلى أن هؤلاء الخاطفين وأمثالهم هم من شوهوا صورة الثورة السورية في أذهان العالم كله الذي يعتقد أن في سوريا حربا أهلية بين طرفين هما من الأشرار الحكومة والمعارضة السورية وتنسى العالم الكتلة الصامتة التي لا ترغب سوى بالأمان في بلادها وتنهي صحيفة المقال بأن سوريا أصبحت واحدة من أخطر البلدان للصحفيين حيث قتل ستون منهم منذ بدء النزاع الذي أودى بحياة 150 ألف شخص حتى الآن متابع معكم حديث الصحافة مع صحيفة الرأي الأردنية التي نشرت مقالة لصالح القلاب بعنوان إن هذا خط أحمر لا يجب سكوت عليه جاء فيه إذا كان صحيحا أن هناك مجموعات من ميليشيات حزب الله باتت تقاتل بالقرب من حدود الأردن على الأراضي السورية فإن هذا يجب أن يعتبر تطورا لا يجب سكوت عليه على الإطلاق فهو يهدد الأمن الوطني لبلدنا وهو سيكون خطوة لاستدراج الشراظم الطائفية التي تجاوز عددها الخمسة عشر تنظيماً والمستقدمة من العراق وحتى من أفغانستان وأيضاً من اليمن كما يقال إنه بالإمكان احتمال أن تقاتل القوات النظامية السورية قوات المعارضة في بعض مناطق درعا القريبة من الحدود الأردنية لكن أن يتم استقدام حزب الله وأبو الفضل العباس وفيلق أسد الله المنتصر وداعش وشراظم المذهبية الأخرى المعروفة ومن بينها بعض المجموعات المستقدمة من أفغانستان الهزارة ومن الباكستان فإن هذا يؤكد على أن نوايا هذا النظام السوري سيئة جداً وأنه عاقد العزم فعلاً على تنفيذ تهديداته المتكررة التي قال فيها أنه سينقل الفوضى والعنف إلى الدول المجاورة وهاهو قد نقلها إلى لبنان ونقلها إلى تركيا من خلال التفجيرات الدامية على حدودها ومن خلال التحرشات المتلاحقة إن بالطيران وإن بغيره لقد باقي الأردن يلتزم النأي الإيجابية بنفسه تجاه الأزمة السورية التي تحولت إلى كل هذه الحروب الطاحنة بسبب إصرار هذا النظام على تركيع الشعب السوري بالقوة ويبدو هذا إن اعتبر من قبل الذين أوصلوا سوريا إلى ما وصلت إليه من دمار وخراب وغرق في الدماء اعتبر الدللة ضعف ولهذا فإنهم بقوا يلجأون إلى استفزازاتهم التي يقف وراءها فيلق القدس وحسن نصر الله وأنهم بقوا يبعثون إلى بلدنا بسيارات الأسلحة والمتفجرات وبالمتسللين من مخابراتهم ومن القتل الذين استقدموهم من الدول التي تصدر لهم الشراظمة الطائفية كان الأردن يصبر صبر أيوب على استفزازات الأنظمة المتعاقبة في الجارات الشمالية الشقيقة والعزيزة منذ محاولة اختطاف طائرة الملك حسين بأوامر من عبد الحميد السراج الحاكم الفعلي للإقليم الشمالي في عهد الوحدة وحتى تحشيد قوات الرئيس حافظ الأسد على حدودنا في بداية الثمانينة القرن الماضي وكان الأردن يعانج الكثير من محاولة الاختراقات الأمنية بالهدوء وبالتي هي أحسن لكن أن تصل الأمور إلى حد إرسال ميليشيات حزب الله وكل هذه الشراظمة الطائفية إلى حدودنا فإن هذا لا يمكن تحمله ولا يمكن السكوت عليه إن كذبة أن هذا النظام يحارب الإرهاب ومجموعات إرهابية أتت وتأتي من الخارج أصبحت معروفة ومكشوفة وأيضا أصبح معروفا ومكشوفا أن داعش صناعة مشتركة لحراس الثورة الإيرانية والمخاورات السورية وأنه لا يوجد إرهاب حقيقي إلا ميليشيات حزب الله وكل هذه المجموعات الطائفية التي أتت إلى سوريا لتقتل شعبها ولتدمر منها وقرها ولهذا فإنه يجب عدم السكوت إطلاقا على أن أي تواجد بالقرب من حدودنا إن لحزب الله أو غير حزب الله من كل هذه الشراظم المذهبية التي استقدمت من العراق ومن إيران ومن أفغانستان وباكستان محشوة بأحقاد تاريخية متراكمة فهذا خط أحمر ثم وإنه لا بد من إدراك ونحن نواجه هذا المستجد الخطير أن هذا النظام يخاف ولا يخجل وإنه يعتبر الصبر أو السكوت على تجاوزاته وتحرشاته خوفا وليس من قبيل تحمل الأخ لنزوات أخيه نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة العربي الجديد حيث نشرت مقالة لعزم بشارة بعنوان الانتخابات كمأها وكاستمرار للمجزرة جاء فيه يفترض أن الانتخابات تنافس بين برامج سياسية اجتماعية أو بين مسلكيات الحكم على الأقل والانتخابات تجرى في دول ديمقراطية أما إجراؤها في دولة استبدادية أو في ظل نظام عسكري قمعي فهو اسم بلا مسمى وبالتالي لا تستحق هذه التسمية وربما اتخذت الانتخابات أشكال مشهدية وشخصانية في الدولة الديمقراطية في عصر حضارات الاستهلاك وقد تفرغها من مضمونها في كثير من الحالات ولكن من الناحية الأخرى لا تؤثر نتائج الانتخابات على الحقوق المكتسبة للناس لأن الحريات والحقوق الأساسية ممأسسة في العرف والمسلك والدستور فهي بالتالي لا تضر إذا لم تنفع ولكنها في الحقيقة تنفع فإذ جاءها دوريا بالإضافة إلى الضوابط الحقوقية والآليات الأخرى المتوفرة والمكتسبة تمنع نشوء الاستبداد على الأقل كما أنه لا ديمقراطية من دون تمثيل ولا تمثيل من دون انتخابات دورية وهي ذاتها آلية ضبط ورقابة وتبقى متفرقات تاريخية يجري فيها تغيير حقيقي في السياسة نتيجة الانتخابات ذاتها ولا يحصل ذلك كل أربع سنوات بل يتاح في مناسبات تفصل بينها فترات زمنية أكثر طولا كل عشرين أو ثلاثين سنة مثلا حين تنضج بدائل اجتماعية سياسية حقيقية يجري حسمها انتخابيا وحتى يكون ذلك ممكنا يجب أن تجري الانتخابات بشكل دوري ومهما بلغ تشويه الانتخابات بسوق الدعاية وخطب الاستهلاك يبقى في نواتها ما يلي أولا إنها خيارات فالانتخابات في غياب حرية الاختيار ويمكن التفصل في الشروط اللازمة لتوفير حرية الاختيار وليكون لها معنى ثانيا تجري الانتخابات داخل دولة ممأسسة كتنافس بين خيارات حول كيفية إدارة الدولة أو على معاقبة ومكافأة مسلكيات معينة في الحكم ثالثا يفترض أن تكون أجهزة القمع من جيش وشرطة محايدة في الانتخابات رابعا يفترض أن يكون القضاء محايدا الاستفتاء على الدكتاتور مهزلة وليس انتخابات وكذلك الانتخابات بعد زج المنافسين كأشخاص واقوا في السجون ومثلها الاختيار الوهمي بين العسكر ومن نادى بعودة العسكر أو بين العسكر ورجال العسكر في ظل حكم العسكري في عصر الثورة المضادة التي تتميز بركاكة الخطابية والشعوذة الإعلامية وتحويل الإعلام إلى جوقة تحرض على الكرهية هذه مهزلة أو مأساة وللدقة مأها جمع بين مأساة وملها كما في تراجي كوميدي أما من يقصف الناس بالبراميل المتفجرة ويجوعهم ويشردهم ويصطو على أملاكهم ويعرض نفسه لاستفتاء بعد ذلك فهو كمن ينتخب له شعبا بتقتيل الأغلبية وتشريدها كان من شأن التخوي في وحده أن يفعل فعله في الماضي القريب في كسر إرادة الأغلبية أما هنا فيختار الدكتاتور الأغلبية التي تلائمه بدل أن تختاره وذلك بتشريد الأغلبية وقتلها وتجويعها ليس شعبه من ينتخبه بل ينتخب هو لنفسه شعبا بالمجازر هذه ليست انتخابات ولا تصلح لها حتى اجتهادات في تركيب التسمية مثل المأهى كل هذا لا يكفي لأنها ببساطة أسوأ من ذلك إنها استمرار المجزرة بوسائل أخرى وليس من حق أحد أن يتعامل معها بشكل آخر نواصل مع صحيفة القدس العربي حيث كتب صبح حديدي مقالا بعنوان عبادة البستار قلفي بعد ثلاث سنوات أعقبت وفاة أبي حافظ الأسد وتورثه مقالد سلطة الحركة التصحيحية خلال وصلة مبتذلة شهدها مسرح الدم الباصمة أو مجلس الشعب في تسمية النظام اقتضت تعديل مواد الدستور الاستبدادي أصلا بما يتناسب مع عمر الوريث وضمن استهاماته الجارفة حول ضرورة تمييز شخصيته الشابة والعصرية والإصلاحية وقتل الأبي السياسي والسيكولوجي ما أمكن بلغ بشار الأسد الخلاصة التالية عسكرة المجتمع على طراز الكوري الشمالي نموذج كيم إل سونغ تحديدا الذي كان الأسد الأب ملعب بأفكاره ونظامه وطرائق إدارته للمجتمع والدولة والحزب في أن وهكذا خلع فتيان سوريا ثياب التربية العسكرية أو الفتوة في التعبير الأكثر شيوعا أعاد إلى ارتداء أزياء مدرسية موحدة لا تألوان أخرى غير الخاكي العسكري التاريخي بل لقد تعمد خبثاء النظم اختيار ألوان أكثر إنسانية وبساطة وجمالا زهرية وسماوية ورمادية تنزع عن الطلاب والتلاميذ من حيث المظهر الخارجي في أقل تقدير صفات جنود وشبيبت وأشبار الأسد كذلك وبالتوازي مع هذه المقاربة الجديدة كان مهدي دخل الله رئيس تحرير صحيفة البعث قد فاجأ رفاقه البعثيين بهجوم كاسح ضد المنطلقات النظرية للمؤتمر القومي السادس للحزب وذلك بحجة أن الدهر أكل عليها وشرب وأنا أوان وضعها على الرف كذلك بدى دخل الله حرصا على التمييز بين بعث سوريا وبعث العراق فليس كل بعث بعثا أيها السادة في واشنطن لندن وأيهم كان يعني الرجل ويخاطب هذا للتطورا في المستوى التربوي العسكري والمستوى الحزبي العقائدي ارتدى أهمية خاصة إضافية بالنظر إلى ما أخذ النظام يشهده من تفاعلات داخلية وخارجية نتيجة الاحترال الأمريكي للعراق وما أسفر عنه المشهد الإقليمي من نغوط مباشرة على خيرات الأسد في العلاقة مع الولايات المتحدة تحديدا ليس مذهشا إذن أن يرتد الوريث اليوم إلى فلسفة العسكرة ذاتها التي اعتمدها أبوه طيلة ثلاثين سنة فلا تنتشر مظاهر العسكري في المدن والبلدات والقرى الموالية تحديدا فحسب بل تتعظم أيضا أنمط عسكرة الماضي فلا تقتصر التربية العسكرية وحدها وإنما تحول ما يسميه النظام قوة الدفاع الوطني إلى قطعات بل قطعا موازية للقوات النظامية الموالية وإلى ميليشيات هوجة عمياء تؤجج المشاعر الطائفية مثل ما تشتري وتبيع أمن المواطن البسيط وتتاجر بالسلاح والذخيرة وعلى مدخل مدينة اللاذقية مثلا حيث أوكار أفواج الشبحة الأشد فاشية وتغولا احتفل رجال النظام بتدشير نصب تذكاري لا سابق له في تاريخ المتمد من حيث ابتذال المعنى وانحطاط الدلالة حذاء عسكري ضخم يجاور مجسما لطلقة رصاصة وبهذا المعنى فإن اللون الخاكي يبدو أقل مهانة للبشر أي كانت انحيازاتهم من بصطار يرفع على الرأس في مسيرة التأييد أو تحضنه صبية من حبكجية وتشبعه لثما وتقبيلا كأنها تقول في تنويع يخطر على البال بشار عسكر بصطار بس حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ في صحيفة الحياة مقالا لعبد وازن بعنوان النكبة في الفخ السوري قال فيه كادت المأساة السورية تنسن نكبة فلسطين ونكستها ومأسها المتواصلة منذ أن ارتكبت الصهيونية جريمتها وهي إحدى جرائم العصر التي لتقل رهبة عن محرقة أوشفيدس هذه النكبة ننتظر ذكرها عاما تلو عام وهي تحل في فصل الربيع لم يعد مجديا حقا الوقوف عند ذكرى النكبة بعدما تخطط نكبة سوريا كل الحدود قتلا جماعيا لفرديا فقط وتشريدا وتهجيرا وتجويعا وإذلالا وسحقا ما يحصر الآن في سوريا من مآس بات يفوق الوصف والإجرام الذي يمارسه جنود الصمود والتصدي تجاوز إجرام عصابة الهاجان الصهيونية أما إحراق المدن والأحياء والبشر الأحياء ببرامل البارود فطريقة فريدة لم تخطر في بال العسكر الإسرائيلي الطائرات السورية تمطر نيرانا وحمما ولكن فوق أراضي البلاد وليس خارج الحدود الأطفال الذين قتلوا تحت قذائف النظام ونيرانه الصديقة يقاربون عدد الأطفال الذين حصدتهم المناجر الإسرائيلية الحارقة لكن النظام السوري كان أشد بطشا في استخدامه سلاحا وحشيا هو السلاح الكيماوي لقد خفت جمر النكبة وشحبت نارها ولم تعد مشاعرنا الوطنية قادرة على إذكائها العدو الإسرائيلي هو عدونا التاريخي وجرائمه ستظل محفورة في قلوبنا وفي ذاكرتنا الجماعية هو العدو الذي لا يسعنا إلا أن نبقيه عدوا مدى ما يمارس الإجرام ولا يعترف بحق ولا يؤمن بسلام أما الأخ والشقيق الذي استحال عدوا عدوا لشعبه وعدوا لأحلام شعبه وللحرية والعدالة والكرامة والحق فهو عدوا أيضا عدوا في الداخل عدوا عربي عدوا من لحم ودم عربيين وما أشد ضيم الأخ عندما ينقلب عدوا لأخيه عدوا حقيقيا لا رحمة لديه ولا وجل وحدها مأساة الشعب السوري ستكون حافزا على انطلاق أدب نكبوي ونكسويا سوريا وعربيا غير مألوفا سابقا جرائم النظام التي تكاد تنسين جرائم إسرائيل من شدة قسوتها وضراوتها ووحشيتها وغرائزيتها ستخلق وعيا مأساويا لم نعرف من قبل بل ثقافة مأساوية بدأت معالمها تظهر في قلب الجحيم السوري وكم ستزداد سوداوية عندما سنستفق يوما ونجد أن البلاد التي تدعى سوريا انهارت بكاملها بل تدمرت ولم يبقى فيها حجر على حجر أما أطرف ما نشهده اليوم وسط هذه المآثي فهو صعود موجة التخوين والاتهام بالتطبيع وورأها جماعات أصولية من بقايا البعث والتقدمية غايتها الصمود والتصدي وهذه الجماعات لم يفتها النظام السوري أدى خدمة جل للعدو الإسرائيلي المتربصي منها خدمة لا تقدر فعلا وهي تقديم السورية مدمرة على طباق من فضة إلى إسرائيل ودولتها والفضيحة الكبرى أن حزبا علمانيا وديمقراطيا هو حزب الله المذهبي النزعة والإيراني الهوى هو متواطئ كل التواطئ في هذه الخيانة العظمى مشاهدين الكرام نشرت وكالة أنباء الأناضول موضوعا بعنوان مسؤول أممي يدعو أوروبا إلى استقبال أعداد أكبر من السوريين جاء فيه دعا منسق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين السوريين دعا أوروبا إلى استقبال عدد أكبر من اللاجئين السوريين لافتا إلى أن مئة ألف يهربون من سوريا كل شهر بسبب الحرب كما حفأ من عوض دول الجوار إلى ترك حدودها مفتوحة أمام السوريين وذلك في حوارا مع صحيفة كورير النمساوية اليومية نشر يوم أمس وأضف أن الصراع في سوريا في سنته الرابعة وتدفق اللاجئين السوريين لا ينتهي مشيرا إلى أن الأمم المتحدة سجلت 2.8 مليون لاجئ بخلاف حوالي 3 ملايين غير مسجلين وتابع يوجد 6.5 مليون نازح داخل سوريا وهناك 3 ملايين لا يجدون الرعاية الصحية ولا المدارس وأوضح أن نصف الشعب السوري بات من اللاجئين والنازحين ولفتا إلى أن عدم وجود غذاء وأدوية ومياه صالحة للشرب وعدم وجود مرافق صحية في ظل استمرار التفجيرات والهجمات يجعل المواطنة يأكل العشب وأشر إلى أن الحصار يؤثر على حوالي 240 ألف شخص لكنه نوه إلى أنه بفضل الإرادة يمكن لهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد على إمدادات الإغاثة وقال عوض هناك 7 مكاتب للمفوضية الأممية تعمل في سوريا في ظل ظروف صعبة وسيطرة المجموعات المسلحة على الكثير من نقاط التفتيش ومع عدم وجود حل عسكري للصراع بحسب عوض وعدم وجود حل سياسي في الأفق وخروج عشرات الألاف من الناجئين السوريين إلى خارج البلاد سيصل عددهم إلى أكثر من أربعة ملايين مع نهاية العام الجاري نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع زمان الوصل مقالا لخطيب بدل بعنوان كيف نجبر أبا حافظ على قبول الحل السلمي؟ قال فيه خلال ندوة أقيمت في أحد مناف السوريين تحمل عنوان الثورة السورية في عامها الرابع اقترح أحد الحاضرين ما يأتي يجب على الثوار أن يتسلحوا جيدا وأن يوحدوا صفوفهم ويكيل النظام المجرم الوريث بشار الأسد ضربات مجعة تجبره على الرضوخ للحل السلمي حينما أتيحت لي فرصة للإدلاء برأيي قلت ربما كان هذا الاقتراح صائبا ووجها لكني أره ينطوي على مفارقة تثير الدهشة فالنظام السوري مع بداية الثورة السورية كان من أكثر الداعين إلى الحل السلمي ومن أكثر المدافعين عنه شريطة أن يكون الحل السلمي برعايته وإشرافه وقيادته وعلى طريقته وإلكم بعض التفاصيل التي تدعم هذا الزعم إن الوريث الرئاسي بشار الأسد لم يكن قبل الثورة يلقق بأحد من مؤيديه أو معرضيه أو من كان على الحياد إلى ضمن مناسبة ذات طبيعة إعلامية تسويقية بروتوكولية ومع بداية الثورة وبقدرة قدر أصبح قصره الجمهوري محج للمئة من السوريين القدمين من المحافظات تدفعه رغبة مفاجئة عارمة إلى لقائهم والاستماع إلى همومهم وشكاوهم وحتى رغباتهم لم يكن نظام حافظ الأسد ووريثه بشر يسمح لأي واحد من أفراد الحاشية الرئاسية بالتحدث إلى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريح حتى ولو كان التصريح يتعلق بارتفاع درجات الحرارة عن معدلها السنوي ولكن أفراد الحاشية سيقوا بعد بدء الثورة وشعور النظام بخطر السخوط إلى وسائل الإعلام زمرا وعين كلتر بثين شعبا التي يعتقد السوريون بأن وجهها يقطع الرزق ويسبب البلاوي وهي تعيد الناس بجرزة من الإصلاحات لم تنطل وعود الإصلاح على أحد والثورة استمرت وسوف تستمر ولا شك أن الحل السلمي جيد ويحقن دماء السوريين الذين لم يقتلهم النظام وميليشياته القذيرة حتى الآن ولكن النظام لم يقبل بأن يشاركه أحد في السلطة من قبل وسعى إلى إفشال بؤتمر الجينيف الثنين لسه بنفسه وسوف يحبط أي حل سلمي قادم إلا إذا كان هذا الحل يضمن بقاءه واستفراده بالسلطة الحل السلمي جيد ولكنه لن يتحقق دون استخدام القوة وكسر الشوكة النظام هذا الكلام حقا صحيح إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة